الفنان خالد سامي يعني أنا أقول أنه هو الموثل الأكثر عفوية في الكوميديا السعودية يعني فيه فناني كثير تلقاه هو يضيف للنص الفنان خالد سامي يضيف للنص يعني لما يجيه نص ويقراه يدخل المشهد يعطي يعطي النص روح هو يضيف للنص هذه قليل تلقى فيها هو أفضل واحد فيها تلقى يتعامل مع المحتوى والنص اللي موجود بكل بساطة بكل يعني عفوية لدرجة أنه حتى الموثل اللي معاه يدخل معاه في نفس الجوم أنا أستمتع 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 وهو كان يمثل أمامي جدا يعني أحس أني أنا يعني خلاص أما ما ودي يوقف أكمل معاه ويروح يروح معاك يعني ما هم من الفنانين اللي يعني خلاص يوقفه وزي كذا لا يكمل معاك وذا فهو خسارة وترك فراغ كبير في الدراما السعودية والدراما العربية والفنانين أو الأوائل اللي اشتغلوا في الوطن العربي وساهموا بكثير يعني من الإيصال الفنانين السعوديين في الوطن العربي يعني كثير من الفنانين السعوديين بعد خالد سامي صاروا يشتغلون بره كذا يعني في مصر أو في الأردن واشتغل كل شيء مصري بدوي كل يعني كل الأشياء اللي ممكن أن تتخيلها من فنان يشتغلها يشتغلها ابو تركي فخسارة كبيرة الوسط الفني وحده ما ما إلا نقول الله يرحمه ويسكن في السيح جنات ونتمنى من الجمهور دائما دائما وابدا يعني يتذكر بالدعاء لأنه خلاص ما ما في شيء للدعاء فقط موسيقى